اهلا بكم من جديد في حصة مغاربية المحر رئيس الجزائري عبدالمجيد تبون الى امكان انضمام الجزائري الى دول مجموعة بريكس التي تضم كلا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب افريقيا قال الرئيس تبون ان مجموعة بريكس تهم الجزائر بالنظر لكونها قوة اقتصادية وسياسية معتبرا ان الالتحاق بهذه المجموعة سيبعد الجزائر عن تجاذب القطبين لكنه شدد على ضرورة عدم استباق الاحداث في هذا الاطار واكد تبون ان الجزائر تتوفر بنسبة كبيرة على الشروط التي تمكنها من الالتحاق بمجموعة بريكس مجموعة بريكس منظمة سياسية واقتصادية تضم الدول الاسرع نموا في العالم وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب افريقيا ابدت الجزائر رسميا رغبتها في الانضمام اليها بهدف الابتعاد عن تجاذبات القطبين هو البريكس باش تكون البريكس فيه يعني لازم شروط اقتصادية وشروط كذا اظن انها تتوفر تتوفر بنسبة كبيرة جدا بالنسبة للجزائر يهمنا البريكس لانا قوة اقتصادية وقوة سياسية يهمنا البريكس اولا باش نبعد فاعد على الجاذبية انت على القطبين اولا وثانيا نحن كدولة دولة رائدة في عدم الانحياز هذا كل اتجاه انتنا ان شاء الله انما يأكل الذئب من الشات القاسية يسقط هذا المثل على الدول المعزولة عن التكتلات السياسية والاقتصادية وتزامنا مع تصريحات تبون يطرح السؤال هل تملك الجزائر المقاومات اللازمة لطرق ابواب هذه المجموعة التي باتت محل اهتمام عدد كبير من الدول كالمملكة السعودية ومصر واندونيسيا والتركيا والارجنتين الجزائر تمتلك امكانيات كبيرة الجزائر تستغل فقط 22% من منطاقات الوطنية 80% منطاقات الوطنية غير طبعا المستغلة الجزائر بلد طاقوي الجزائر طبعا بلد غاسي الجزائر طبعا حتى في قطع المناجم هناك اكتشافات كبيرة في الجزائر الجزائر طبعا لما نشوف المساحات الفلاحية تقريبا 40 مليون هكتار نستغل فقط 8 مليون هكتار الجزائر بصورةها الجميلة تريد ان ترى البريكس كدول عدم الانحياز بالطريقة الثانية اللي يمكن انه تنقل انشغالتها يمكن انه تسفاد وطبعا تفيد تحقق ارباح تحقق طبعا انشاركها ويبلغ اجمالي الناتج المحلي لدول منظمة بريكس 24.2 تريليون دولار وهو ما يمثل 25% من اجمالي الناتج العالمي وتحظى الصين بحصة الاسد منها ب17.7 تريليون دولار تريها الهند ب3.1 تريليون ثم روسيا ب1.7 تريليون دولار تصريح الرئيس عبد المجيد تبون حول الانضمام لمجموعة دول بريكس نابع من مقاربة الجزائر الرائدة في مجال عدم الانحياز لتأسيس نظام عالمي جديد اقتصادي وسياسي يضمن التكافؤة والمساواة بين جميع الدول كريم قندولي قناة الغد الجزائر نرحب بضيفنا من الجزائر سيد فارس مصدور الخبير الاقتصادي أستاذ مصدور أهلا بك على شاشة الغد إذن هناك مساعد جزائرية للانضمام إلى مجموعة البريكس ما الذي يعنيه ذلك وما الذي يعكسه أيضا؟ أولا الجزائر تريد أن تستفيد من خصائص هذه المجموعة التي قد تجعل منها دولة قادرة على أن تطور اقتصادها من خلال الشراكات التي ستقام مع هذه الدول علما بأن عددا من هذه الدول مثل روسيا والصين هما عنصران فعالان جدا في الشراكة مع الجزائر وأنتم تعلمون بأن الصين أيضا تعتبر من أبرز المتعاملين الاقتصاديين العالميين مع الجزائر وبالتالي يمكن أن يتطور هذا التعاون في إطار مجموعة عالمية تسيطر أو تتحكم فيما لا يقل عن 25% من الاقتصاد العالمي ولذا فنأرى بأن هذه الفكرة يمكن أن تعطي للجزائر فرصا عظيمة وتخرج فقط من كونها دولة طاقوية إلى دولة قادرة على أن تنشئ مناطق حرة بالشراكة مع هذه المجموعة طيب هل تملك الجزائر المقاومات اللازمة للانضمام إلى هذه المجموعة؟ أولا الجزائر منذ عقود من الزمن هي ضمن الدول عدم الإنحياز فوق كل هذا وذاك الجزائر تريد أن تخرج من إشكالية الانتماء للقطبين العالميين الآن برزت الصين كقوة عظمى عالمية سواء في الجانب الاقتصادي أو في الجانب السياسي ولذلك حتى تخرج الجزائر من هذا الحرج الذي توضع فيه في كل مرة تريد أن تنضم إلى مجموعة أولا تعطيها دعما سياسيا ودعما اقتصاديا بالإضافة إلى جوانب أخرى قد تكون أبرز داعم لها في اقتحام الاقتصاد الإفريقي الذي فيه ما لا يقل عن 54 دولة قد تكون المنتجات الجزائرية طريقا لهذه الدول إفريقيا جائعة إفريقيا تحتاج إلى الدواء تحتاج إلى الغذاء تحتاج إلى استثمارات جديدة وقد تكون هذه الفرصة السانحة للجزائر بالدخول بقوة إلى إفريقيا من خلال هذه المجموعة الرئيس تبون قال في لقاه الدوري مع الصحافة الوطنية الجزائرية إن مجموعة بريكستا هم الجزائر بنظر لكونها قوة اقتصادية وأن الالتحاق بهذه المجموعة كما ذكرت حضرتك سيبعد الجزائر عن تجاذب القطبين لكنه في الوقت ذاته شدد على ضرورة عدم استباق الأحداث في هذا الإطار ما الذي يعنيه ذلك؟ والله أنا قراءتي لتصريحات رئيس الجمهورية أن الموضوع بدأ فعلا في التباحث بغية الانضمام ولكن لم تصل الجزائر ولا المجموعة إلى قرار نهائي من خلالهم أم من خلالنا ولكن أنا أرى بأن إمكانية الانضمام واردة جدا خاصة وأن الوضع العالمي يزداد تأزما عام بعد عام نتيجة الأزمات التي تبرز من فترة إلى أخرى وآخرها الأزمة الروسية الأوكرانية والتي كان لها الأثر البالغ على الاقتصاد العالمي بشكل عام وعلى الجزائر بشكل خاص طيب اهتمام بالانضمام إلى هذه المجموعة ربما لا ينحصر فقط على الجزائر وإنما على دول عربية وإسلامية كثيرة كالمملكة العربية السعودية مصر، إندونيسيا لديك تركيا أيضا وحتى الأرجنتين يعني ما الذي تملكه الجزائر أكثر من هذه الدول أو هل ترى أن الجزائر ربما تكون فرصها أكثر من تلك الدول التي ذكرتها لك؟ نعم، روسيا والصين داعمان أساسيان للجزائر مما يعطي الفرصة بانضمام الجزائر بكل أريحية لهذه المجموعة خاصة وأن العلاقات الروسية الجزائرية والعلاقات الصينية الجزائرية هي علاقات جد قوية سواء تعلق الأمر بالجانب الاقتصادي أم بالجانب السياسي أم بالتعاون في مجالات أخرى أقول حتى المجالات العسكرية وأنتم تعلمون جيدا بأن أبرز السلاح الجزائري من الاتحاد السوفيتي سابقا وروسيا حاليا الجانب الثاني أن الجزائر قد تكون قاطرة الدول الإفريقية التي سيتوالى انضمامها إلى هذه المجموعة ولذا فأنا أتوقع بأن هذه المجموعة سيكون لها شأن كبير بانضمام كل من الجزائر ومصر والسعودية وغيرها من الدول العربية والإسلامية وحتى الإفريقية الفائدة التي ستعود على أي دولة يعني الجزائر سعودية مصر أي دولة كانت التحقت بهذه أو انضمت إلى هذه المجموعة ما الفائدة التي تعود على شعوب هذه الدول أخص بالذكر هنا الدول العربية مثل الجزائر ومصر يعني تمر بأزمات اقتصادية والتغيرات الجيوسياسية الاقتصادية في العالم ألقت بظلالها على شعوب هذه الدول كيف ممكن أن تستفيد من هذا الانضمام؟ هو أبسط ما يمكن أن يكون في هذه المجموعة هو السوق التبادل الحر أن تنشئ سوقا حرا لها فيما بينها الجانب الثاني أن تتعاون فيما بينها في إنشاء مناطق تجارية حرة ومناطق صناعية حرة داخل إما الجزائر أو مصر أو غيرها من الدول التي ستنضم الجانب الآخر أن هذه الدول خاصة روسيا والصين وجنوب إفريقيا دول قوية في مجال التعاون الاقتصادي التعاون التجاري وبالتالي سيعطيها دفعة قوية لترقية إنتاجها لترقية استثماراتها سواء تعلق الأمر بالنسبة للجزائر أم تعلق الأمر بالنسبة لمصر أم السعودية أم غيرها من دول التي ستنضم إلى هذه المجموعة وعليه فأنا أرى بأن من أبرز المستفيدين هي الاقتصادات التي يعبر عنها بأنها اقتصادات طاقوية غير أن خارج الطاقة تعتبر ضعيفة نوعا ما الجزائر في أمس الحاجة إلى أن تقيم شركات مع روسيا ومع الصين ومع البرازيل ومع غيرها ومع جنوب إفريقيا لتطوير الصناعات الاستخراجية مثلا لدينا حقول كبيرة من الذهب غير المستغلة في صحرائنا وفي مناطق حدودية لدينا إمكانات كبيرة في إنتاج الحديد في غارج بيلات وغيره من المناطق ولدينا أيضا إمكانات في إنتاج الرخام 470 نوع من الرخام والقرانيت موجود في الجزائر وغير المستغل وبالتالي هذا سيعطينا فرصة أكبر يضاف إلى ذلك ما لدينا من إمكانات فلاحية وأنت تعلمين بأن الاحتياطي أكبر احتياطي جوفي عالمي في المياه يعتبر الصحراء الجزائرية واحدة من هذه الاحتياطات العالمية شكرا جزيلا لك سيد فارس المسدور الخبير الاقتصادي على كل هذه الإحاطة أشكرك جزيلا شكرا